العملية البطولية التي نفذها فلسطينيان مقدسيان في حي للمتدينين اليهود في القدس الغربية وأسفرت عن مقتل ستة مستوطنين صهاينا بينهم كبير الحاخامات في المعبد إضافة إلى إصابة ثلاثة عشر آخرين تعتبر نتيجة متوقعة للاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى حركتا حماس والجهاد الإسلامي بركتا هذه العملية وأعتبرتاء العملية ردا طبيعي على جرائم الاحتلال المستمرة في الأقصى كما دعتاء إلى استمرار عمليات الثأر خاصة بعد عملية قتل سائق الحافلة يوسف الراموني على يد مستوطنين في حي جبل الزيتون جاء موقف سلطة رام الله مغايرا كعادته فقد دان عباس ومن خلفه حكومة الحمضة الله هذه العملية قائلين إنهم يرفضون القتل من أي جهة كانت وغير بعيد عن موقف السلطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يدين العملية ويقول إنه لا مكان لها في السلوك الإنساني داعيا السلطة الفلسطينية والزعماء العرب للتنديد بها التنديد الفلسطيني وما رفقه من موقف أمريكي تجاه هذه العملية كان متوازيا مع تنديد صهيوني لا بل وتهديد بالانتقام من الشعب الفلسطيني أينما وجد في فلسطين المحتلة كما جاء على لسان وزير الحرب الصهيوني موشيه علون أما عن ردود فعل الشارع العربي والفلسطيني فقد تصاعدت الألعاب النارية في سماء غزة ابتهاجا بالعملية حيث قاموا بتوزيع الحلوى داعين إلى مزيد من هذه العمليات ويبقى أهل القدس رأس حربة في الدفاع عن المقدسات ويتولون المهمة نيابة عن العرب وحكامهم على الرغم من الإدانات وعبارات الشجب التي تستنكر عليهم حقهم بالدفاع عن أنفسهم ومقدساتهم أنس الشريف اليرموك